في اللقاء السابق في الصندوق الأسود استضفت ضيفي الدكتور عبدالله النفيسي لما تحدثنا عن موضوع إنشاء مجلس التعاون ذكر الدكتور عبدالله النفيسي بأن إنشاء مجلس التعاون كان على خلفية الحرب العراقية الإيرانية ومجلس التعاون ليس سوى مظلة أمريكية في الخليج طبيعي صح طبيعي طبيعي أن يكون الدكتور عبدالله النفيسي ويجهة نظره هذه هذا لا ينكر لكن يعني مجلس التعاون مؤسسة وطنية تديرها دول ذات سيادة ولها يعني دورها بما فيها دولة أيضا الدكتور النفيسي وفيها استقلالية وفيها ديمقراطية اللي أملأ الحقيقة هذا ليس الأمريكان اللي أملأ هذا شعوب المنطقة شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة